بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس الآن عملية مكاملة بعض الدواء التي يعطي جوابها دالة مسلسية عكسية قبل كل شيء لنتذكر الاشتقاقات اللي مرت معنا سابقا وجدنا أن مشتق الصين نائس 1 إيكس ما هو إلا عبارة عن واحد على تحت الجزر واحد نائس الزاوي للتربيع أن تنجنت نائس 1 إيكس مشتقها هو عبارة عن واحد على واحد زاوي للتربيع والسك نائس 1 إيكس مشتقها هو عبارة عن واحد على الزاوية بتحت الجزر الزاوي للتربيع نائس واحد إذا هذه كانت الاشتقاقات من هذه العلاقات نحن عندنا نظرية بتقولك إذا إجا تكامل وراء مشتق فإن التكامل يأكل مشتق والتكامل يأكل مشتق ونحصل على الدالة زائد سابق إذن إذا استخدمنا هذه النظرية لو كاملنا طرفي هذه العلاقة لو أخذنا تكامل هنا لا تكامل هنا نرى أن التكامل يأكل مشتق هنا بروح التكامل والمشتق ببقى معي ساين نائس 1 فنحصل على العلاقة التكاملية الأولى اللي هي عبارة عن تكامل dx على تحت الجزر 1 نائس x تربيع هو عبارة عن ساين نائس 1 x زائد ثابت التكامل نفس الشيء تمام لو كاملنا الطرفين هنا لو التكامل بيأكل مشتق لحصلنا على التكامل الشيء التاني إلا تكامل dx على 1 زائد x تربيع ما هو إلا تنجند نائس 1 x زائد ثابت التكامل أيضا لو كاملنا الطرفين العلاقة الأخيرة للتكامل الأكل المشتق حصلنا على العلاقة الثالثة إن تكامل dx على x بتحت الجزر x تربيع نائس 1 ما هو إلا sec نائس 1 x زائد ثابت التكامل طبعا هذا إذا كان البداية هي العدد واحد إذا فنحصل على هذه التكاملات التي جوابها هو إحدى الدواء المسلسية العكسية الآن ممكن أن نعطي تعميم لهذه العلاقات التالية إذا كان العدد ليس واحد وإنما أي رقم آخر فأستطيع أن أحصل على العلاقات التالية العلاقة الأولى تأخذ الشكل التالي تكامل مثلا دي إكس على تحت الجزر أي تربيع سالب إكس تربيع هذا ما هو إلا تكامل سين نائس واحد للزاوية هي إكس على أي زائد ثابت التكامل كذلك الأمر هذه العلاقة تصبح بالشكل التالي تكامل دي إكس على تحت على أي تربيع زائد إكس تربيع ما هو إلا واحد على أي تنجنت نائس واحد للزاوية هي إكس على أي زائد ثابت التكامل وأخيرا هذا التكامل يصبح بين الشكل تكامل dx على x بتحت الجزر x تربيع نائس a تربيع ما هو إلا 1 على a 6 نائس 1 x على a زائد ثابت التكامل إذن هذه هي التكامل أثار طيب من أين استنتجنا هذه النتجة عن هذه طبعا يمكن شرح ذلك بالشكل التالي لو أننا أخذنا المقام الأول هو a تربيع نائس x تربيع لو خرجنا a تربيع عامل مشترك حصلنا على a تربيع 1 نائس x على a تربيع الجزر يوزع للأول والثاني وحسب الخواص أستطيع أن أكتبه a بتحت الجزر 1 نائس x على a للتربيع x على a فإذا فرضت الآن ال-u هي x على a فإن ال-du هي عبارة عن 1 على a-b-d-x يعني هذا يؤدي a-b-du يساوي إلى dx لو جينا عوضنا في التكامل هات لحصلنا على بدل dx نحط a-b-du a بتخرج لبرة a-b-du بدل هذا نستطيع بدل الجزر الجزر هات اللي في المقام يكتب على شكل a يمكن إخراج ال-a للبرة بدل تحت الجزر 1 نائس x على a هي عبارة عن u للتربيع لكن a مع a بتختصر بقى معي تكامل d-u على تحت الجزر 1 نائس u تربيع أليس هات هو نفسه هذا التكامل هو الأول إذن الجواب هو sin نائس 1 إذن الجواب هو عبارة عن sin نائس 1 u زائد ثابت التكامل لكن من هي ال-u؟ ال-u هي x على a إذن ويساوي إلى sin نائس 1 x على a زائد ثابت التكامل بنفس الأسلوب تماما بالنسبة للتاني يمكن إخراج ال-a تربيع عامل المشترك والإجراء لنفس الفراضيات والثالث وبالتالي نحصل على هذه التكاملات الشهيرة هذه هي ثلاثة وهذه هي ثلاثة إذن كان عندي 15 واحد شهير لو أضفت لإلهم هذه الثلاثة لأصبح لدي 18 واحد شهير إلى الآن إذن أصبح عدد التكاملات في ورقة التكاملات الشهيرة 18 الآن نأتي إلى سؤال التالي أوجد قيمة التكامل 0 إلى 1 إلى 4 على 1 زائد x تربيع بـ dx هذا كان سؤال لحد الاختبارات طبعا التكامل هذا الشهير لو أخرجنا الأربعة إلى خارج التكامل فنحصل على 1 زائد 1 x تربيع إذن هذا هو تنجنت ناس 1 x بين 0 وال 1 أولا نعود في ال-1 ثم نعود في ال-0 لكن تنجنت ناس 1 لل-1 هي pi على 4 تنجنت ناس 1 إلى 0 إذن هذه هي pi على 4 وتنجنت ناس 1 إلى 0 هي 0 إذن فنحصل على pi على 4 نائس 0 وبالتالي هذا pi على 4 4 مع 4 تختصر تبقى معي pi أوجد قيمة التكامل التالي لهذا المقدار طبعا لو 1 بس انتبه أنه ال-4x هذه تكتب بالشكل التالي إذن هذا تكامل e plus 2 x b dx كتكامل على تحت الجزر 1 e plus 2 x والكل للتربيع إذن لأنه حسب خاصة قوة قوة هو حاصل جداء القوة يعني 2x ضرب 2 هي 4x إذن ال-4x هذه تكتب على شكل 2x plus 2 كما كتبنا الآن بتغيير الأسماء إذا فرط ال-u هي e plus 2x فهذا يؤدي ال-u هي عبارة عن 2 e plus 2x ب-dx نخلص من 2 فنصف d-u يساوي إلى e plus 2x ب-dx لو عوضنا في هذا التكامل حصلنا البسط هو عبارة عن نصف d-u والمقام هو عبارة عن جزر 1 نائس u تربيع هذا أصبح شهير كما وجدنا سابقا إذن هذا النصف براه هذا ما هو إلا sin نائس 1 ل-u زائد ثابت لكن من هي l-u l-u هي e plus 2x السماعتها هي نصف sin نائس 1 ل-e plus 2x زائد ثابت التكامل إذن وهذا اللي حصلنا عليه بهذه الشكل لو أخذنا مثال آخر هو المسال التالي طبعا لو جينا إلى هذه الدالة الدالة المستكملة يمكن كتابتها بالشكل التالي تكامل في البسط x تربيع bdx في مقام 5 الخمسة فيني أكتبها جزر الخمسة للتربيع زائد x تكعيب هذه أكتبها x تكعيب للتربيع طبعا لأنه ضرب القوة 3 في 2 هي 6 إذن هنا الآن أجري تغيير في الأسماء لأفترض أن u هي x تكعيب هذا يؤدي 3 d u هي 3 x تربيع bdx نخلص من 3 إذا ما أعطى هذا يؤدي 3 d u يساوي إلى x تربيع bdx لو جينا إلى هنا البسط هو 3 d u المقام هو جزر الخمسة للتربيع زائد u تربيع الآن ولكن هذا شهير من الشكل a تربيع زائد u تربيع والa هنا هو جزر الخمسة إذن هذا جوابه 1 على 3 برة إذن 1 على a b tangent 1 u على a زائد ثابت التكامل الآن من هي u x تكعيب نعوض بدالها فنحصل على 1 على 3 بجزر الخمسة tangent نائس 1 x تكعيب على جزر الخمسة أصلنا عليه هنا 1 على الجزر الخمسة تنجنت نائس 1 x تكعيب على الجزر الخمسة زائد سابت التكامل أيضا هنا هذا المقدر أدل المستكملة هذه أستطيع كتابته بالشكل التالي تكامل dx على x بتحت الجزر x أسأر عفين أكتب x تربيع للتربيع نائس 9 التسعة فين أكتب 3 للتربيع الآن إذا أخذنا ال-u سمينا عبارة عن x تربيع هذا يؤدي ال-u هي عبارة عن 2x بد x وبالتالي هذا يؤدي نصف du يساوي x بد x إذن هذه الأسماء منيجي لهون أنا ما عندي x بد x في البست لو ضربت البست في x والمقام في x لو ضربنا البست في x والمقام في x فالاسم عندي البست x بد x والمقام x ضرب x ضرب تحت الجزر x تربيع للتربيع نائس 3 للتربيع إذن الآن ضربنا البست بx والمقام بx x بx x تربيع وهذا ماذا يساوي يساوي x بد x حسب تغيير الأسماء هي نصف du x تربيع عن u بتحت الجزر x تربيع الداخلية هي u ومرفوع القوة 3 للتربيع إذن هذا من الشكل الشهير وبالتالي هذا 1 على 2 تكامله هي 6 نائس 1 1 1 1 3 1 1 6 1 u على a زائد ثابت التكامله وبالتالي هذا نرجع u إلى سيرتها الأولى 1 على 2 3 6 سيق نائس 1 u هي عبارة عن x تربيع إذن x تربيع على 3 زائد ثابت التكامل وهذا اللي حصلنا عليه بهذه العلاقة بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته